تشير التوجهات العالمية المعاصرة إلى زيادة اعتماد الدول مستقبلا على جودة الإنجازات التعليمية فيها وعلى مستوى الاستثمار المعرفي في الموارد البشرية كما أن استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة في التعليم والتعلم له أهمية كبيرة في تطوير العملية التعليمية في المدارس والجامعات حيث أنه يزيد من التفاعل بين الطلاب في تبادل المعلومات والحصول عليها بسهولة دون الحاجة للتواجد في نفس المكان أو داخل الغرفة الصفية كما كان الحال في الطريقة التقليدية في التعليم منذ سنوات كما سهلت التكنولوجيا في التعليم عملية التواصل بين الطلاب أنفسهم من جهة وبين المعلم من جهة أخرى وهناك العديد من وسائل التكنولوجيا التي استخدمت في دمج التكنولوجيا في التعليم ابتداء من استخدام الحاسوب والهواتف الذكية لذا كان من الضروري أن تأخذ المملكة العربية السعودية قصب السبق في التحول إلى مجتمع اقتصادي معرفي واستخدام أحدث التكنولوجيا في التعليم لتحقيق موقع مرموق في المشهد العالمي وتحقيق رؤية المملكة 2030 لاستيديو الإخبارية إبراهيم العدواني